السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا المشتركين معنا في القناة حبيب لجوة مصر حبيبنا برنا مصر انه احبكم جميعا في الله نهاردة نتكلم عن تربية الكوكتيل وازاي نقدر نختار الكوكتيل علشان نعمل عملية تزاوج بين الزكر والانسة وايه هي المنصفات اللي احنا نقدر نختاره بيها لو احنا بنجيبه من عند تاجر او او نجيبه من عند صديق ايه اهم الملاحظات وايه ازاي او ما نجيبه ازاي نعرف نجهزه علشان خاطر ربنا يسر وينتج في اقرب فرصة يلا بينا يلا بينا اول حاجة نتكلم عليها لما نيجي نختار الكوكتيل اولا نقدر نحدد هو انت عدرتك مختاره علشان تنتج ويمصدر رزق اليك ولا مختاره عشان تعجبك شكله لو مختاره عشان تعجبك شكله يبقى تختار الالوان اللي انت ترتاح لها بصرف النظر عن الغالي والرخيص ده لو انت هتربي الكوكتيل للهواية الشخصية اما لو انت هتربيه علشان يبقى مصدر داخل ليك يبقى افضل لحضرتك ان انت تربي الحاجات الفواتحة كل ما كانت حاجات الفتحة الالوان الفتحة كل ما كان احسن عشان التفارات هي المسكة سعرف في السوق طيب حضرتك هتقول لي يعني ايه تفارات التفارات ديت اللي هي الحاجات اللي بيبقى عينيها على حمرة مسلا حمرة اللي هي مسلا اللاتيني اللي هي الالبينو اللي هي من غير خدود خالص اللي هي البصمات اللي هي بيبقى جسم كله مسلا بيبقى فاتح وعليه نقطتين من فوق الدهر بالنفس المقاس وفي كل كدف نفس المكان اسمها بصامات في حاجات كمان اسمها فوتينه اه في حاجات تانية كمان اسمها البينو اللي هي بتيبقى ببيضة خالص 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 اللي هي ما فيكاش اي الوان Program حمرة جدا. الحاجات دي بتبقى غالية. آآ طبعا فيه انواع تاني كتير كدا جدا من الكوكتيلات. بس هي الفكرة كلها كل مكان في الكوكتيل لونه فاتح وفيه طفرة كل مكان اغلى. فلو حضرتك بتربي علشان خاطر المكسب المادي او يكون مصدر دخل لحضرتك فلازم تربي الحاجات اللي هي الفواتح والحاجات اللي فيها طفرات. طيب جميل. طبعا الحاجات اللي فيها طفرات بيبقى صعبة شوية في الفرخ. او الحاجات عموما اللي فيها طفرات بيبقى صعبة شوية في الفرخ. آآ بطبيعة الحال. آآ وبيبسعرها غالية. لان هي صعبة كمان في الفرخ. بس طبعا مع الخبرة كل ده بيبقى سهل ان شاء الله. بعد كده آآ مدام حددت انت عايز ربي ايه? والغرض من التربيع ايه? هتبدأ بازن الله تبدأ تشوف المصدر اللي انت هتجيب منه. انا عن نفسي اقول افضل لحضرتك لو انت لسه مبترق تشوف حد يكون صديق او مصدر ثقة وتاخد منه التيور بتاعتك اللي انت عايزها. بس اهم حاجة يكون مصدر ثقة. لانه طبعا انت مش هيبع عندك خبرة كفاية. فما انصحكش انت تروح السوق وتشتري من السوق. لان السوق آآ يعني يعني تسعة وتسعين في المية آآ الدنيا متبقاش مزبوطة. ويعني قد يعني انا مش عايز اقول على الناس وحشة او مش عايز اقول الناس عنداش ضمير. بس ان شاء الله يعني خيرا والافضل اللي انت تشتري من حد يكون مصدر ثقة. وانت اه لو حطيتك اه رحت بنفسك عشان تنقل يعني مسلا انت لو عند صديق او اه حد يكون مصدر ثقة. وروح تليت عنده مسلا كزا كوكتيلات. ازاي تقدر تختار الكوكتيلات اللي هي جيدة او كويسة يعني. اه اول حاجة تشوف في الريش بتاع الكوكتيل. اهم حاجة تكون الكوكتيل النشط ما يكونش كاشش ووقف. على جنب. الريش بتاعه لامع. اه الريش بتاعه كامل. الحاجات دي كلها مهمة وبتديك اه او بتديك اه يعني مبدئيا كده ان العصفور كويس. اه بعد كده تبص على طبع المخرج من تحت ما يكونش في اسهالات. اه تبص على الوش الخارجي الصوابع بتاعت الرجلين. الحاجات دي كلها. لان في بعض الطيور بتيبقى مصابة. زي الدكورة مسلا بيبقى عندها اصابة في رجلها من خناءات مع احد الطيور وهو بي صغيرة. بالدكورة ما بتجي تخاني مع بعضها في الكوكتيلات بازاي بتعمل الاصابات بلغة. يعني ممكن تلاقي ذكر الكاف في رجليه مش مش قاعد. اه طبعا ما تجي تاخد دوات مش هينفع هيكسر. مش هينفع في عملية التلقيح لانه مش عارف يطلع على النتاية او يتم عملية التلقيح بشكل صحيح. فدي اسمه ايه? الكشف الشكل العام او كشف الهيئة زي ما بيقولوا. اه على رأسات الرجلية والشكل الجنيع والريش وكل ايه? المواصفات العامة دي. تاني حاجة اه طبعا بتسأل صاحب الحاجات ديت الكوكتيل دوت طبعا شغال او مش شغال. جاب عش كم عش قبل كده كبير في السن صغير. اه ومدام هو اهل السكة ان شاء الله يدلك على الفيه الخير. اه بعد كده تاخد الثيور ان شاء الله ربنا يكريمك فيها بازن الله. وما تسترخص يعني انا بقول لحضرتك لو انت رحت عن تشاريع من عند حد اهل السكة وخيرك من مسلا انت رتا اربعة جواز وكلهم بفضل الله شغالين وزي الفل بس في نوع بيبقى سعره عالي شوية او في جوز بيبقى سعره عالي شوية. هو طبعا بيبقى معالي سعره لان هو عارف ان ده بمميز في مسلا بيأكل الفروخ بتاعته كويسة بيجيب عدد بيض اكتر. اه فدوت اه يعني انا انصحك لو انت تبدأ تشتري اشتري الغالي. الغالي تم نوفيه في كل حاجة وبالذات لو كان من الناس هلسكه. اه هو بيديه لك غالي يعني مسلا لو جزين التلات تلاتيني وبيقول لك التلات جواز دول شغالين زي الفل. بس مسلا نفترض ان واحد مسلا تسعره اه اتنين واحد سعره تلاتة واحد سعره اتنين ونص. اه ما تيجي تختار من التلاتة ايه? الا اختار السعر تلاتة. ليه? لان هو غالبا حاطة السعر الغالي ده لان هو بيبقى فيه ميزة بس مش مش بينة. ميزة في الفرخ بتاعه هو شافها هو بيفرخ منه. يعني مسلا بيجيب عدد بيت كتير بيهتمل بالفرخ بتاعته. البيت بتاعه بيطلع ما شاء الله كله مليان مخاصة. فدايما الغالي تمنوا فيه. وبالذات لو كنت بتتعامل مع حد اهل سكر. طيب. خدت الحاجة بتاعتك. خدت الطيور بتاعتك. وبعد كده ده روحت على البيت. عايز تبدأ تجهز المكان. اول حاجة تشوف البيئة اللي هو كان بتربى فيها الطير ده. اه حاول تهيئ المكان. يعني لهم بتربى فلاكونة. يعني حاول قدر مساطعة ربي انت برضو كمان في بلاكونة. لهم رب في قوضة. اه فيها مجموعة من الطيور. يعني تحاول تقرب نفس المسافة. انا كل ما الفكرة كلها كل ما انت تتيقلوا البيئة. شبه البيئة اللي هو كان شغال فيها كل ما يشتغل عندك اسرع. تمام? لان الكوكتيل في العموم في العموم بياخد وقت شوية عبل ما ياخد على المكان غير العصافير البادش. اه بعد كده طبعا تحط حاجات محفزة لان هما يشتغلوا. ايه هي الحاجات المحفزة? اول حاجة اه تقفز يكون مناسب. ما يكونش اقفز صغير جدا. اه بعد كده تشوف الكوكتيل بتاعك من النوع اللي بيخاف ولا من النوع اللي بياخد على على المكان واياخد على الضلمة. لو لو ليتم النوع اللي بيخاف. حاول تعمله اضاءة بالليل. علشان ما ما يخافش ويفضل يخبط في القفز ويصاب الجناحات بتاعته. اه وبعد كده برضو تشوف النوع الكوكتيل انت مسلا واخده شخصيته ايه? هل هو شخصيته جابان? او هو شخصيته عنده قلفة بياخد على الناس بسهولة. اه بعد كده تحفزه وتحط له بقى ايه? تحط له العش. تبدأ تحط العش وتحط فيه شوية نشارة متوسطة. وتسيب العش وتبدأ ترقيبهم تشوف هما دخلوا العش على طول استجابوا ليه ما استجابوش. تشوف الدكر. الدكر اول ما بياخد على المكان من علامات ان الدكر ان الكوكتيل خاد على المكان تبدأ تلاقي الدكر بنغم. الدكر بيبدأ يعمل نغمات. ويبدأ اه طلع اصوات كده اه فيها نغمة طويلة. اه ويبدأ يعمل اه حركات كده مميزة زي ايه? مسلا بيروح جاي على العصاية المكسام. بينزل تحت برضية الافص رياح جاي وبيعمل نغمات. دي كده تبدأ تعرف ان الكوكتيل بدأ ياخد على المكان. ويعتبر النغمات دي بتحفز النتيجة ان هي تبدأ تتكاثر مع الدكر. تمام? طبعا من اهم الحاجات لو انت بدأت لقيت الدنيا كده ان المكسام لازم يكون من الخشب آآ يفضل يعني. عشان الخشب ما بيزحلقش يدثير من عليه وهو بيعمل عملية التلقيح. وفي نفس الوقت الخشب بيمتمسك جدا جدا وسابت لما يكون فيه تلقيح من الدكر علشان ما يطلعش البيض فاضي. آآ طبعا زي ما احنا اتكلمنا وقلنا ان تجهيز العش. آآ حط المكسام خشب. آآ الدكر هيبدأ يعمل غزل ويتغازل. يبدأ ساعتها لو لو الفضل يعني انت تبدأ تدي فتامينات هي سلينيام هي دي اللي تحط ساعة الغزل ووقت الغزل ووقت الغزل ده وقت نما تدقى الدجر بيعمل النغمات وبعد كده بتلاقيهم بدأ يخش العش. تيجي تفتح العش بعد كده بتلاقي النشارة ان بدأت النتاية تمسك النشارة تفردها. بدأت تعمل مكان في النشارة زي حفرة كده في النشارة عشان تبدأ تحط البيض بتاحت يبدأ بعض الريش يتساقط منها آآ جوة علشان تبدأ تبيض دي كده كلها علامات اقتراب البيض. في الفترة دية تبص على النتاية من تحت لما تيجي تطلع. لو لقيتها تحت محطة كده من عند فتحة الاخراج آآ يعني فيه نزول كده او فيه هبوط في المنطقة دي. بتعرف ان هي اخذها خلاص قرار بتبيض. ساعتها بتبدأ تيتم بالكالسيم ضروري جدا. آآ طبعا السبية ما بتتتعش من القفص في آآ في الاوقات ديت عشان خاطر الكلسم وعشان خاطر عملية بنقشرة البيض داخل النتاية. آآ هي سلينيام برضك بتحط في الفترة ديت علشان ما يحصلش يكون فيه بيت غير مخصب. وكمان يعتبر تنشيط للدكر. الخضروات مهمة جدا جدا. ومن اهم الخضروات طبعا زي ما تكلمنا قلنا البرسيم مهم جدا جدا جدا. ويعتبر مناشط طبيعي. والجرجير برضك مهم جدا جدا جدا. وبعد الحاجات اللي هي مسلا زي الفجهة كتعة التفاح. آآ ممكن الدرة اللي هي الدرة الشامي ديت اللي احنا بنكلها الدرة ما شوية بس تتقدم خضرة. الحاجات دي كلها مفيدة جدا جدا جدا. طبعا الاكل العام اللي احنا بنحطه اللي هو الفلارس. والليب. آآ طبعا اللي بتحطي مسلا بكميات اليلة عن مسلا يومين تلاتة في الاسبوع بالكتير. الفلارس ده الوجبة الاساسية مخطوطة على طول في في الافس. آآ طبعا الادافات اللي احنا بنحطها على المياه دي مهمة جدا جدا لأي تيور اللي هي الفاتمينات المستوردة واللي احنا اتكلمنا عليها كزا مرة. وان الالف ده والجروفيت والاملاح المعدنية دي من الحاجات المهمة جدا جدا عشان تخلي الطائر يبدأ ياخد العناصر الغذائية اللي بتساعد الاجهزة بتاعت جسمه ان هو يبدأ ينتج بشكل طبيعي. يعني النتاية لو متوسط بتاعها ايه طبعا يعني عشان خاطر حبيبنا المبتدئين لو ما بعرفش ان الكوكتيل بيبدأ يبيض من ثلاث بيضات لحد سبعة واكتر كمان من كده على حسب صحة النتاية. يعني في بعض كوكتاب يبيض عشر بضط لما يكون صحيتها حلوة ويكون الناس اللي بتاعها والسلولة بتاعتها كويسة. وفيه بعض الكوكتيلات بتبقى تبيض تلاتة او اربعة بالكتير. آآ طبعا قلنا ان الفتمنات المستوردة لما حدقت تستعين بيها وتحطها في المية بتبدأ متنشط العصفور وبتنشط اللاجهزة بتاعته. وبتخلي. ويبدأ يتكر. بعد المنشط والبيت بتاعه مخصص. بتبدأ النتاية بتحط البيت بتاعها وبتوضع البيت بتاعها وبتبدأ الرؤاد على البيت تقريبا من يعني الفقس بيختلف من شطر الصيف وعلى حسب المكان اللي حضرات بتربي فيه. يعني نبدأ نقول مسلا من سبحتاشر يوم لحد اتنين وعشرين يوم. آآ دقيت مدة الرؤاد على البيت. آآ وطبعا بعد ما البيت يفقس اهم حاجة انت بتعملها بقى بتبدأ تدي بروتينات للجوز عشان يبدأ يأكل الصغار وتبدأ تهتمي جدا جدا ببروتينات. البروتينات دي زيت ايه? ممكن تحط البيت بالبقصمات للاكلة الشهيرة. طبعا انت مفروض كبداية في الاول خالص انت بتعود ان الطير بتاعك هيكل كل حاجة. بتحعافزه ان هو يأكل بيت بقصمات. ده الكلام ده كمان قبل ما ينتج. لازم تتجول بتاحتك تتعلم تاكل كل حاجة. ليه? عشان اللي بعد كده لما يكون تحتها فروخ وتقدم لها حاجة ما ما تتدلعش عليك وما تاكلهاش. اما انت تكون مدربها على الحاجات زي دية هتفيدك جدا جدا لما يكون تحتها فروخ. تبدأ تتابع. اه تبدأ تقدم بيت بقصمات. تبدأ تأجل الوجبات اللي هي الفلارس. اه اللي يعني تنوع كده جدا في الاكل. وهم بيحبوا جدا جدا الاكل النعم لما يكون تحتهم فروخ. وبرضو في نفس الوقت بتراقب الفروخ من فترة اخرى. علشان لقدر الله لو حصل خلل ولا حاجة. تبدأ تتدخل انت عشان الفروخ ما تموتش منك. وعشان كده قلت قبل كده في حلقات ان انت لازم لو بتربط يور زينا لازم تتعلم التأكيل اليدوي. عشان لقدر الله لو حصلت اي مشكلة ولا اي حاجة في الفروخ تبدأ تتدخل عشان تنقذ حياة فرخ. ودوت مهمتك كمربي لاني الحاجة دي مسؤولة منك. تمام? نكتفي بهذا القادر ان انا اردى ان شاء الله علشان خاطر رقت حضراتكم. وان شاء الله بازن الله ابتكمل معاكم بعد كده ايه اللي هيحصل مع الفروخ وامتى الفروخ تتفتم وهي علامات الفطواب. وازاي تتعامل مع الفرخ الحياة دي ما يتم فترة البلوغ بتاعته عشان يبدأ دورة جديدة ويبدأ يشتغل تاني. تحياتي لكم وان حبكم جميعا في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. موسيقى موسيقى